تتضرب الأنباء وتتصاعد المواقف بين الشرعية اليمنية وميليشيا المجلس الانتقالي فيما تبقى حالة الركود سيدة الموقف في ظل تاهان السعودية بل ووصولها إلى مرحلة الغرق في مستنقع الحرب في اليمن فمع دخول الحرب عامها السابع وجدت السعودية نفسها محشورة في زاوية الفشل بظل تصعيد حوثي على الحد الجنوبي وربضهم للمبادرة السعودية حيث لجأت الرياض لممارسة الضغوط على الشعية للعودة إلى عدن والتغطية على فشل الانتقالي المسيطر على العاصمة المؤقتة بشكل كامل ففي تغريدة للسفير السعودي الجابر أشار إلى الجهود التي تبدلها السعودية مع طرفي اتفاق رياض لتنفيذ كل بنوده والتعجيل بعودة الحكومة إلى عدن وتمكينها من أداء أعمالها وسط أنباء تفيد برض الرئيس هادي عودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن قبل تنفيذ الشق العسكري والأمني من اتفاق رياض في حين أشارت تصريحات منسوبة لمصدر في الحكومة أن معين عبد الملك وجه الوزراء بالسفر إلى عدن خلال الساعات المقبلة لمزاولة أعمالهم مراقبون اعتبروا عودة الحكومة في ظل سيطرة ميليشيا الانتقالي وفشلها في توفير الخدمات اللازمة في عدن بمثابة طوق نجاة ترميه السعودية عبر معين عبد الملك لإنقاذ ميليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا تحركات معين عبد الملك بمعزل عن الرئاسة اليمنية اعتبرها مراقبون ضربة قاصمة للشرعية وخدمة للميليشيات والداعمين الإقليميين لها ممن تدخلوا بذريعة دعم الشرعية مشهد مضطرب يلفه الكثير من الغمض والتباينات مع انحسال الخيارات أمام كل الأطراف وفي المقدمة السعودية التي تلهت لإنهاء الحرب بمكاسب صفرية وفشل ذريع ويبقى السؤال الآن ما مصير اليمن واليمنيين بعد أن أصبحوا في مواجهة خيارات بعضها أسوأ من الآخر وهل ستقدم السعودية الشرعية اليمنية كبش فداء مقابل الخروج من مستنقع الحرب في اليمن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر